من هو الحيوان الذي يصوم رمضان مثل البشر؟ سؤال قد يخطر ببالنا خاصة عند الصيام عند دراسة سلوك الحيوان وجد أن البشر ليسوا الوحيدين الذين يمتنعون عن الطعام والشراب تشارك الحيوانات هذا الفعل معهم لأسباب خاصة بالإضافة إلى أن بعضهم يصوم لفترات أطول وتحت الظروف مختلفة لذلك سنجيب على هذا السؤال ونذكر كل حيوان يصوم سواء شهر رمضان أو غيره الحيوان الذي يصوم رمضان الواقع أن هناك حيوان يمتنع عن الأكل والشرب مثل البشر طيلة شهر رمضان كله وهو الأسد يترك الأكل والشرب مع شهر رمضان هذا لأنه يحتاج إلى تطهير جسده من وقت لآخر من المعروف أن الأسد حيوان مفترس أي أكل لحوم الحيوانات الأخرى وبالتالي ستتراكم كمية كبيرة من حمض الفوليك في جسمه وسيحتاج إلى الجوع منه للتخلص منه والغريب أن يصادف صيامه صيام الإنسان في شهر رمضان المبارك اكتشف العلماء أيضا وجود حيوان آخر يصوم تقريبا كل يوم من أيام السنة وليس الشهر فقط الثعابين كما تعلم فهذه حيوانات بدم بارد وبالتالي فهي قادرة على الامتنع عن تناول أي طعام لفترة طويلة بالإضافة إلى تحمل العطش لساعات طويلة أيضا لذلك هناك أنواع من الثعابين تستطيع العيش في الصحراء الحيوانات التي تصوم على فترات طوال العام هناك أنواع أخرى من الحيوانات تستطيع الصيام خلال فترات معينة من العام وهي السناجب هي الحيوانات التي تدخل في السبات الشتوي وبالتالي فإنها تعاني من الجوع في أوقات معينة من العام البطريق تصوم إناث هذا الحيوان لفترات معينة لتسهيل التكاثر الضفدع يأكل هذا الحيوان الكثير من الطعام في الصيف لتخزينه في أيام الشتاء السلم يحتاج هذا النوع من الأسماك إلى عملية صيام حيث ينتقل إلى موطنه للسياحة أو للسباحة وبالتالي يحتاج إلى أن يكون رشيقا وخفيف الوزن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته